السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى تكونوا بخير النهاردة هعمل معيكم وصفة من أشهر وصفات المطبخ المصري القديم ويمكن كمان من أقدمها هناعمل مع بعض النهاردة الفطير مش الفطير المشالتت لأنه بيبقى كبير قوي أنا عاملان النهاردة شوية على قدي مش عاملال كبير قوي اللي انتو عارفينه سعاوز أقول لكم أن الفطير المشالتت وصفة من أقدم وصفات المطبخ المصري القديم اللي بيرجع وقتها للعصر الفرعوني كمان مش بس المطبخ المصر القديم وصفة سهلة جدا 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 وبسيطة جدا 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 ولكن بتعتمد في التكنيك بتاعها على شوية خطوات هتعرفوها معي جوه الفيديو اتمنى الطريقة اللي هقدمها لكم تكون سهلة وبسيطة عليكم خاصة المبتدئين اللي اول مرة يجربوا وصفة الفطير قبل ما نشوف الطريقة بالزبط والمقدير اتمنى من كل قلبي المش مشترك في القناة يعمل سبسكرايب ولايك وشير للفيديو لو عجبكم طبعا اول حاجة عملتها استخدمت نوع دقيق يكون كويس جدا جدا في المعجنات وبعد كده نخلت الدقيق ونزلت بيه على الرخامة زي ما انتم شوفتم معي طبعا علشان اتحكم في عجناها بشكل كويس جدا جدا لو عندك العجان هيكون حاجة اكتر من رائعة ما عندي كيش طبعا هتستخدمي لطريقة التقليدية اللي امهاتنا كلها كانت بتستخدمها كل اللي حطيته على الدقيق فقط رشة من الملح ما حطيتش اكتر من كده رشة ملح وبس وطبعا الميا فضلت اضيف المياه لحد ما اخلت قوام متماسك للعجينة زي ما انتم شايفة طبعا ما بتبقاش طريقة قوي وبرده ما بتبقاش عجينة يبسة قوي وزي ما انتم شايفة فضلت اعجن فيها لحد العجينة ما سابت ايدي وده كده بيبقى شكلها وبعد العجينة ما تلمت ووصلت للقوام اللي انت شايفة ده هجيب معلقتين من الزيت وده طبعا حاجة اختيارية تقدر تستغني عنها لو ما حبتهاش ولكن دي كانت ترك كاية موما دايما بتعملين الفطير بطريقة دي واحلى فطير بيطلع من ادين احلى موما طبعا تقدر تستغني عنها زي ما قلتلك وهبتدي دلوقتي ادلك العجينة كويس جدا لحد ما تشرب كمية الزيت اللي انا ضفتها لها طبعا معلقتين زيت مش كتير ولكن يخلو العجينة معي قطرة شوية وهيخلو العجينة اسهل كتير في عملية الفرد طبعا ده شكل العجينة بعد عجن حوالي ربع ساعة زي ما انتم شايفين العجينة نعمة جدا وطرية واكتر من رائعة هلم العجينة على بعضها كده وبعد كده هجيب البولة اللي هضيف فيها العجينة هدلها دهنة من الزيت وهسيبها ترتاح وطبعا دهنت الزيت دي علشان العجينة ما تلزقش في البولة مش اكتر من كده هسيب العجينة ترتاح حوالي ساعة او اكتر كل ما سبتها ترتاح اكتر كل ما النتيجة كانت اكتر من رائعة وده طبعا شكلها بعد ما ارتاحت هتلاقيها طريط شوية والعجينة باقت بتمطوا اكتر من رائعة وطبعا عندي هنا للتوريق مكس ما بين الزبدة والسمنة وللفرد عندي زيت دلوقتي ابتديت قدعن الرخام بالزيت وطبعا ما تحطيه زيت كتير لان ده هيعطل شوية عملية الفرد او هيخلي العجينة تتزحلق منك بسرعة فهتحطي شوية بس من الزيت ولكن مش كتير وبعد كده قطعت القطعة العجينة الموجودة معايا قسمتها لاربع اجزاء هعمل منها اربع فطير طبعا انا مضطرة ان اعمل الفطير بحجم صغير لاني ما عنديش امكانية ان نعمل الفطيرة بالحجم الكبير اللي كانوا بيعملوها لنا او اللي احنا متعودين نشوف بيه الفطير المشالتت فنظرا لحجم الرخامة اللي عندي او حجم المطبخ بشكل عيب فانا مضطرة اني اعمل الفطيرة بشكل صغير شوية يناسب امكانياتي طبعا انتي لو حجم الرخامة عندك او امكانياتك تناسب انك تعمل الفطيرة بحجم كبير هيكون هايل واكتر من رائع انا طبعا ما حرفنيش الحظ فاضطريت ان اعملها صغيرة زي ما هتشوفه معايا اخر الفيديو جبت العجينة وابتديت افردها بالشكل الانت شايفاه ده وطبعا علشان خاطر سبنيها ترتاح كويس جدا جدا فالنتيجة في الفرد بتكون اكتر من رائعة وطبعا العجينة بتكون حساسة جدا فاكون حريصة وانا بشد الاطراف علشان ما تتقطعش وتتبهدل وبعد بفردها بالشكل الانت شايفاه ده بحط ايدي من تحت العجينة وببتدي اسحب وطبعا اكون حريصة ان اطراف العجينة بتاعتي تكون ثبتة من جميع الاتجاهات علشان انا بشدها من تحت ما تتزحلقش معي او تتقطع مني بعد ما اتأكدت ان انا فردتها كويس جدا وطبعا تقدر يتلاحظي انها تفردت كويس جدا يعني الرخامة من تحت العجينة بينها وتفاصيل النقشة اللي على الرخامة كمان بينها من تحت العجين بعد كده دهنت الفطيرة بالمادة الدهنية اللي موجودة معايا وطبعا طرف الفطيرة او تقريبااпрمصها وتانيت بالشكل الانت شايفاه ده وعندي هنا شوكولاتة قابلة للتهن تقداري تحشي الفطيرة باي حاجة انت عايزة في المرحلة دي تقداري تحشيها قاستر او تحشيها مكسrovات او تحشيها بسبوسه أو كريمة اي حاجة عايزة تحشيها ده الوقت المناسب الي تقداري تحشي فيه الفطيرة جبت الشوكولاتة القابلة اللي اتهنا وابتديت فردتها بالشكل اللي انت شايفين وبعد كده هقفل الفطيرة بالشكل التقليدي اللي بتقفلي بيه اي فطيرة وزي ما انتو شايفين هادهين الاطراف بارتو بالمادة الدهنية الموجودة معايا وهقفلها عاوز اقول لكم معلومة انا ما كنتش عارفها غير بس من قريب ان الفطير وصفة من اقدم وصفات المطبخ المصري القديم او الوصفات الفرعونية كمان الفرعنة كانوا بيعملوه كانوا بيحبوه جدا جدن وابتكروا فيه بصراحة وعملوا منه اكتر من طعم كانوا بيعملوه بالعسل وكانوا بيعملوه باكتر من شكل الطريقة ومن كتر ما كانوا بيحبوه كانوا بيقدموه قربين وكمان سجلوا الوصفة على جدران المعابد ده كده شكل الفطيرة بتاعتنا بعد ما خلصناها هضيفها هنا في الصينية اللي دخلها الفرن بس طبعا الاول هسيبها ترتاح كمان حوالي ساعة او نص ساعة لو ما كانش عندك وقت طبعا بعد كده هبتدي افرد بقى بقية الفطيرة اللي موجود معي هعملو عادي جدا مش هحشي انا بس حشيت واحدة بالنوتلا علشان ارضي جميع الاطراف زي ما انتو شايفين هفردها بنفس الطريقة كل ما كانت الفطيرة مرتاحة معيك كويس كل ما فردها هيكون عليكي سهل جدا جدا طبعا هي بتتزحلق مني هنا لاني الزيت اللي انا حطى على الرخامة كان كتير شوية علشان كده بقولك ما تحديش زيت كتير علشان تساعدي العجينة انها تتفرد منك كويس وزي ما انتو شايفين بحط ايدي من تحت العجينة وببتدي اسحابها من جميع الاطراف لحد ما تتفرد معي بنسبة 100% او تتفرد معي بشكل صحيح جدا طبعا لكم انت تخيلوا ان احنا في عصرنا هذا او في الوقت دوت بنقدم وصفة كانت بتتعمل من اكتر من 2600 سنة يعني ده رقم مهول يعني ان في وصفة تعيش الوقت ده كله من الزمن او يعدي عليها العمر ده كله ومازالت بتتعمل لا مش بس كمان ده مازالت المحببة او المفضلة عندي ناس كتير من المصريين وطبعا هي بتتقدم باكتر من شكل واكتر من طريقة فاكتر من بلد عربي كمان بس طبعا احنا الاصل المصريين او الناس ابتكروا او اخترعوا الفطير المشال تتمعليش بقى دي حاجة بتاعتنا احنا كمصريين وزي ما انت شايفين فردتها بالشكل ده طبعا وارد جدا انها تقطع منك طرف من هنا او طرف من هنا بس طبعا لاننا بنلمها فمش مشكلة ابدا 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 طبعا احنا في الساعة فالسمنة او المادة الدهنية اللي موجودة معي بتمسك بسرعة لو تحبي تسيحيها من تاني ما فيش مشكلة ما تحبيش وتستخدميها زي ما استخدمتها بالشكل ده برضو ما فيش اي مشكلة فردت السامنة على العجينة كلها وبعد كده هبتدي اطبق العجينة بتاعت الفطيرة اكون طبعا متأكدا ان الاطراف بتاعت الفطيرة ما تكونش ساميكة لازم تكون رقيقة جدا جدا علشان ما يبقاش فيها كتل من جوة او تحس ان هي معضمة او فيها طعم مش حلو طبعا احنا بنقول على حاجة نشفع معضمة لغة مصريين بقى والمصريين هما اللي يفهموا القصة دي وزي ما انتم شايفين هبتدي اقفلها وفي كل طابق ما بين تطبيقة وتطبيقة كده مسحة بسيطة من السامنة وهلمها على بعض بالشكل ده وكده الفطيرة بقت جاهزة معي هضيفها طبعا فلسطينية وهسيبها ترتاح طبعا هيخد نفس الخطوات ونفس التكنيك للفطائر اللي موجودة معي كلها زي ما قلتلك بقى الحشو ده حاجة بتاعتك انت تقدر يتحشيها اي حاجة وزي ما قلتلكم حجم الرخامة اللي موجودة عندي كانت مأي ديني في ان اعمل الفطيرة بحجم كبير زي ما انتم شايفين انا بنزل ايدي طبعا من تحت العجينة وببتدي اسحب وارق العجينة كويس جدا جدا علشان النتيجة النهائية للفطيرة تكون نتيجة رائعة وهيلة جدا في ناس طبعا هتبصل الوصفة على انها متعبة ومرهقة جدا جدا وان احنا ممكن نشتريها منبره بره بتتبع ارخص واسهل كتير جدا طبعا ليك حرية الرأي تفكر بالطريقة اللي تناسبك والطريقة اللي تريحك وتقدار تنفذ الاختيار الاسهل والامتعلك انا كست بيت او كاوم بحب جدا ان اجرب الاولادي كل حاجة احب اعمل كل حاجة الاولادي في البيت عارفها هي معمولة ازاي نضيفة عارفها الخامات بتاعتها وفي نفس الوقت بنملأ البيت بركة وبنملأ البيت ريحة خبيز والاولادي يشوفوا كل حاجة بتتعمل قدامهم مش ضروري كل حاجة الاولادي يكلوها تبقى تكوية او تبقى مثلا جاهزة وجابينها منبره لا ضروري الاولاد يشوفوا يلمسوا الحاجات دي زي ما احنا تعودنا وطلعنا لقينا اهلينا بيعملوا كل حاجة في البيت ضروري حتى ولو جزء صغير مع سرعة الحياة اللي احنا عايشينها حاجة بسيطة بس نعملها الاولادنا في البيت كل فترة مش بنقول كل ما نشتاق للكلام ده لا طبعا هتبقى كل فترة طويلة بس احساسك انك بتعملي كل حاجة في البيت صدقوني بيبقى احساس ممتع جدا جدا يعني ده كده شكل الفطيرة برضو بعد مقفلناه زي ما قلتلكم ضفتوهم هنا وطبعا حطيت عليهم شوية من الزبدة وهسيبهم لما يرتاحوا تماما ودي جنت اتاول فترة بعد مرتاحت زي ما انت شايفين دي اللي حشناها ببلغ الشكولاتة هفردها بالشكل ده وطبعا في المرحلة دي انا مجهزة عندي الفرن سخن على درجة 250 هفردها كويس جدا وبالراحة جدا علشان ما تتفتحش او تقطع من فوق طبعا دي انا رقتها شوية وطلعت اه رقيقة شوية ده كده شكلها في الفرن حاجة كده تحفة واكتر من رائع ولا الريحة بقى يا جماعة الريحة كانت تحفة جدا اول ما خرجت من الفرن بقى ساقتها باللبن على طول وهسيبها لما تشرب اللبن طبعا شايفا اللون مغتلون اكتر من رائع هقلبها بقى في اللبن علشان تشرب اللبن من الوش ومن الظهر وكده اول فتيرة بقت جاهزة معنا تاني فتيرة بقى هجبها طبعا برضو فلصانية وهفردها بس مش هفردها اوي زي الفتيرة الاولانية كيفاية اوي كده علشان تديني توريقة حلوة جدا وبردو على الفرن على طول وده شكلها بعد حوالي عشر دقيق في الفرن لم اخدتش وقت طويل في الفرن تقريبا بعد تلس ساعة كنت مخرجها كانت مستوية تمام جدا جدا واخدت لون اكتر من رائع زي ما انتو شايفين شكلها دلوقتي بقى انطلعها من الفرن شايفين لونها لونها تحف جدا 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 طبعا وهي سخنة جدا هابتدي اسقيها باللبن دي اللي هنحط عليها سكر بودرة طبعا هو كده فتير مش هلتت بس حجمها صغير شوية انا عملت اتنين محطتش عليهم اي حاجة هتشوفوه معا اخر الفيديو لكن دي اللي حطت لها لبن وهضيف عليها سكر بودرة وده كده شكلها بعد ما شربت اللبن مش هضيف السكر البودرة غير بس قبل التقديم علشان خاطر الفتيرة ما تشرفوهوش وشكله مش هيبقى باين كتير طبعا الفتيرة اللي بالشوكولاتة دي هنزينها برضو بالسكر البودرة وتقدار طبعا تزينيها بالمكسرات برضو مفيش اي مشكلة المتاح عندك والموجود طبعا عاوز اقول لكم الفتيرة دي اتنسف اتنسف يعني بقالف هانا وشفة على الاكل وده كده الفتيرة المشالتت بتاعنا او الميني فتير هنعتبر ان هو ميني فتير مشالتت زي ما انتوا شايفين لونه شكله طحفة جدا طعمه اكتر من رائع هشو حاجة كده وهم جدا دي الفتيرة البالشوكولاتة هقطعها معاكم زي ما انتوا شايفين شكلها اه وهي سخنة بقى يعني حاجة كده مش عاوز اقول لكم يعني انا مكلتش منها الاولاد اللي كانوا منها بس بس تعنيهم للفتيرة ادركت قد ايه هي ممتعة بالنسبة له طبعا انا مقدمتها لهمش كده انا حطت لهم عليها من فوق شوكولاتة ادام بيحبوا الحاجة لازم اقدمها لهم باكتر شكل هما بيحبوها علشان ياكلوا وهم مستمتعين لازم يحسوا ان احنا عملي لون في البيت جو مطاعم ده كده شكل الفتيرة البالشوكولاتة وطبعا دي الفتيرة اللي احنا سقيناها باللبن هزيينها بالسكر البطرة وزي ما قلت لكم السكر البطرة لازم يتحط عليها وهي بردة ما يتحطش عليها وهي سخنة علشان ما يسحشو ايها وقادي كده الفتيرة هنقطعها من جوه هتشوفوها معينا هنا الثلاث اشكال من الفتير يعني حاجة كده وهب الفتيرة من جوه مورقة جدا 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 جوزي شربة لبن حلو قوي طعمها اكتر من رائع طحفة جدا في الشتاء والسقع دي حاجة كده ضمار وقادي الفتير المشالتت بتاعنا او الميني فتير علشان ما حدش هتلاعقول الفتير تتغنن قوي على قد امكانياتنا بقى تقدر انت تعمليه بامكانياتك وبالموجود عندك يا رب حتى تعملي فتيرة قد التشت زي ما انت عايزة تقدري تعمليه دي كانت وصفتي ليكم النهاردة ودي كانت فكرتنا من المطبخ المصر القديم تابعونا وشجعونا في المكومنتات وباللايكات وبكل حاجة علشان نقدم لكم وصفات اكتر واكتر من المطبخ المصر القديم اتمنى من كل قلبي ان الفيديو يكون عجبكم لو طبعا عجبكم ما تنسونيش في الشير واللايك والسبسكرايب اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفاتنا ومن تراثنا المطبخ المصر القديم ودومتم امنين يا احلى متابعين